ماذا بعد الهدنة؟ بعد الهدنة ثمت ما يقال حول كما ذكرت تماما حول الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي هذا الصراع الطويل والمرير والذي يبلغ أكثر من قرن من الزمان وما زال الاحتلال جاثع على الأراضي الفلسطينية وما زالت دورة الاحتلال قائمة بفعل القوة دولة مارقة تعتبر ذاتها ونفسها فوق القانون حتى القانون الدولي وفوق كل الاتفاقيات التي كفلت حقوق الإنسان وكفلت القيم الإنسانية وقيم العدالة وما إلى ذلك لذلك نحن نقول ما بعد الهدنة يجب أن تتوقف الحرب والعدوان ويجب أن يكون هناك هدنة مستدامة ليس في قطاع غزة فحسب إنما في كل الأراضي الفلسطينية لماذا أخي الكريم لأنه ما حثث وما حصل في قطاع غزة هو نتاج طبيعي لما قامت به آلة القمع الصهيونية في كل المدن الفلسطينية والقرى الفلسطينية ومخيمات الضفة الغربية وحتى القدس التي طالما دنسوا مقدساتها وطالما أدوا الصلوات التلمودية والتي كان آخرها محاولة جلب البقرات التي يدعون من أوروبا لتقديمها قرابين في باحات المسجد الأقصى كل هذا بالتأكيد أجج إلى أن يصل الحال إلى هذا الذي وصل إليه وزد على ذلك الحرب الضروس والبشعة وحرب الإبادة الجمعية التي تعرض لها أهل قطاع غزة وتقديمهم هذا الثمن الباهض والكبير لكي يقف هذا العدوان وهذا الحرب لكي يزول الاحتلال ما بعد الهدنة يجب أن يزول الاحتلال عن الأرض الفلسطينية يجب أن يعود الجميع إلى مائدة ولكن المائدة هذه مشترطة كما أجمع عليها الفلسطينيون والرؤساء العرب وفي مقدبتهم جمهورية مصر الكبرى العربية الكبرى وعلى رأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذين كلهم وهو قال أن إنهاء هذا الصراع في هذه المنطقة لا يمكن أن لا يتأتى إلا بحل عادل للشعب الفلسطيني وحل وفق منظور الدولتين الذي عادوا اليوم ليتحدثوا فيها الأمريكان ذاتهم والإدارة الأمريكية ذاتها التي دعمت الاحتلال وما زالت ودعمتهم منذ بداية هذه الحرب